اشتركوا في القناة بي ريفيجين طبعا هاي موجودة في السيودانت بوك بوبيج نومبر فوتي ون هذا الجزء يابا من القطعة وليست القطعة كاملة هيك موجودة في الكتاب في عنا بمعنى مشكلة لحياتنا البرية الان طبعا هاي عشان اكون صادق معك هاي القطعة في احدى السنوات جابوها موضوع انشاء موضوع تعبير هذا يدل على انه انت لازم تتعامل مع القطع الموجودة في قطع استيعاب ومن خلالها تبني افكار حتى تقوم بالتعبير عن رأيك في اي مادة هما ممكن يسألوك عنها طبعا بقولي بالرغم من الجهود الافضل الافضل مجموعات الحفاظة على البيئة وحملاتهم الآن بنشوف عن ايش بيتحدث من ما يسمى بالسبيشيس ليه الانواع هاي عبارة عن كاينز ايش هادوه البابا حبيبي هادوه العبارة عن سبيشيس او كاينز او انايمالز الآن از ستو ديكريسي اذا هو حدد لي انه هاي الانواع من الحيوانات ما زالت شو تتناقص ما زالت تتناقص الآن شو السبب التناقص ليش ليش هاي الاعداد او اعداد هاي الفئلة الافريقية او النمور او الفقمات عم يتناقص خلينا نشوف الآن ايش هي الاسباب it is people's increasing need for land and resources اذا هذا السبب الاول اللي خلى اعداد هذه الحيوانات يتناقص ايضا along with hunting and fishing اللي هو ما يسمى بالصيد وصيد الاسماك الآن which طبعا ال which بدأت تعود على العدادات هدول are responsible for this rabbit decline in wild life اذا مين اسباب a rabbit decline in wild life رحينا نقول له increasing need for land and resources ايضا ما يسمى بال hunting and fishing طيب الآن بقول لي exotic mammals exotic mammals بمعنى unusual mammals such as big cats اذا السديات مثل ما يسمى بالقطة الكبيرة are threatened the most هي الاكثر تهديدا but even common pets ايضا ما يسمى بالطيور المعروفة and insects والحشرات in many parts of the world are in danger of dying out dying out ضروري نعرفها بمعنى extinct extinct بمعنى الانقراض أو extinction اذا كثير من الطيور والحشرات في اجزاء من العالم في خطر الانقراض اعطاني الان هون according to a report by the bird wildlife fund and zoological society of london اعطاني الان بقول لي في تقرير صادر عن جمعية الصندوق العالمي للحياة البرية وعلم الحيوان في لندن while our population around the world have been reduced by 52 يعني بمعنى اعداد الحيوانات البرية في العالم تناقص بنسبة 52% الان an average since 1970 بصراحة قطعة واضحة ومبينة هلأو ما ممكن يجيبها كلها بس ممكن يجيب اجزاء منها خلينا نشوف الان السؤال الاول what evidence evidence اللهم اخذيك شو شو evidence بمعنى دليل is there in the text that attempts attempts بمعنى محاولات have been made in the past to stop the decline in the wildlife population decline بمعنى نقصان ايش هي الدليل انو في عنا الحملات اللي احنا حكينا عنها السؤال لهو الاول هايو despite the best efforts of conservation ها هذا اللي هو السؤال الاول بعدين بابا بيجي عندي السؤال الثاني name three reasons three reasons for the disappearance disappearance بمعنى اختفاء of many animals around the world لكثير من الحيوانات حول العالم طبعا حكناها اللي حاجة الناس هايهم واحد واثنين ويمكننا نوخت برضو land and resources عادي طبيعي بعدين اجع اعطاني قلي which species is the most endangered يعني في خطر مين اكتر اش في خطر and which of the reason in your opinion applied to this species in particular ومين من الاسباب حسب رأيك ينطبق على هذا النوع بشكل مخصوص طبعا big cats هايها big cats للقطة الكبيرة the most endangered this is because they are losing their habitats بيخسروا ما يسمى بالموطن تبعهم الان الناس بيقطعوا الاشجار cutting down forest for the wood and for the land to build on which means the big cats have less and to live on ما في عندهم ارض يعيشوا فيها it means the animals that they eat are becoming scarcer too تصبح اكثر ندرة scarcer يعني اكثر ندرة اما السؤال الرابع more than how the first wildlife has disappeared disappeared قلنا بمعنى اختفت in the last 50 years is this statement correct هاي الجملة صحيحة what evidence is there for this claim اللي هي اخر جملة في القطع هايها اخر جملة في القطع هاي قطع يعني جميلة مرتبة الان بابا حبيبي هون ضروري الان ننتبه دخلنا في مرحلة ما يسمى بالمراجعات طبعا هاي كلمات sustainability بمعنى الاستدامة apparatus اللي هي معدات physician طبيب و motility معدل الوفيات وبراثتاتيك اللي هو ما يسمى بالطرف الصناعي طبعا الآن في عندنا بنا نلاقي مفاتيح حل اذا بتطلع في عندنا science lesson له درس العلوم عندنا laboratory اللي هو ما يسمى بالمختبر أكيد راح يكون في عندنا كلمات معدات الآن the nature reserve uses recycled water هاي حلو الجملة اللي هي المحميات الطبيعية تستخدم الماء المكرر which helps the of the environment اللي هي sustainability هاي رقم اثنين الآن athletes اللي هو ما يسمى بالرياضيين with legs can take part in the paralympics paralympics بمعنى الألعاب الأولمبية الخاصة بالناس المعاقين حركيا معناته اكيد راح اخذ ما يسمى بالبراثتاتيك هاي رقم ثلاث آخر واحدة professor badry is 67 is the hospital leading طبعا في عندنا hospital اذا اكيد هو طبيب هاي رقم 4 نيجي بابا حبيبي لتمرين ايضا موجود في كتابك المدرسي هون اعطاني اياها اشتقاق عندنا in معناته هون اسم الاسم operations الان هون عنا you you ضمير فاعل معناته هون فاعل expect الان عنا هون تطلع على الجملة شو هاي هاي جملة اليوزتو في عنا هون when we were اللي بطات والذات معناته راح اخذ هون يوزتو اليوزة لازم اخذ معاها did او didn't آخر واحدة by the end of this year by the end of this year معناته راح اخذ هون من دلال future perfect اذا will have lived بنروح بابا على صفحة ثانية اطلع الان شوف عندي he has written many books but his final book made him famous all over the world he has written طبعا هاي الجملة حليتها انا وياك في قاعدة لكلفت سنتنس لاحظ he he has has written written many many books books but but هون اعطاك it اذا هاي قاعدة لكلفت سنتنس الاتات طريقة الاتات معناته بابا حبيبي الاسم المراد تأكيده هيفعل اذا هذا هو الاسم المراد تأكيده فبدأ تصير it was لانه الجملة ماضي his final book الان الاسم الموصول المناسب which او ذات زي ما بدك بعدين بتحط made him وبتكمل الجملة الان الجملة رقم اثنين جملة اخذناها في مادة الوحدة الاولى اللي هي قاعدة present birth continuous present birth continuous طبعا عرفتها بابا لانه في عندي هون كلمة started وعندي كلمة هون still عالسريع زي ما علمتك نستخدم present birth continuous have has been verb ing اللي هي اكيد رح تأخذ has been هاي starting الآن الات اكيد رح تحولها الى since 5 pm نقطة وقلنا هاي الجملية تم التبرع فيها الى الصومال الشقيق اصلا هو هون معطيني اياها since هاي جملة اكتاب الان رقم ثلاث it's normal for me now to get up early to study it's normal هاي بتذكرك في قاعدة ال be used to طبعا ال i am اعطاني اياها اذا انا بكتب be used to الان هذا بدي اضيف له ing فبدي اصير getting up early to study بكمل الجملة بعدين بحط now بننتقل الان انا وياك الى قطعة صغيرة جميلة مرتبة تتحدث عن لاحظ لاحظ شو بقولك read the beginning of this article يعني هو عبارة عن الجزء الاول من هذا المقال about ابن رجد and answer the questions حلو برضو تتعلم عن ابن رجد ابن رجد was a famous islamic polymath who بدأ تعود على ابن رجد was born in كردوبا وين انولد في قرطبة طبعا في الاندلس الان in the 12th century في القرن الثاني عشر during his lifetime he was widely known and respected for his teaching and his book كانوا يحبوه من اجل كتبه وتعليمه الان بقولي even now nearly 900 years بعد 900 سنة after his birth he is still remembered as a great scholar scientist and writer اذا هو كان باحث وايضا عالم وايضا كاتب in fact he is even remembered in space because scientist named an asteroid that's a rock which orbits the sun من حيل انك تعرفها الان هؤلاء العلماء سموا كويكب وهو عبارة عن صخرة تدور حول الشمس تيمنا به و after him in honor of his great contributions to astronomy اذا هو كان astronomer اذا ابن رجد هو astronomer السؤال الاول بصراحة يعني مش كثير واو ما حبيته يعني السؤال approximately how many years ago was ابن رجد بور يقول لا قديش انولد طبعا قبل 900 سنة the test describes an unusual way of honoring honoring بمعنى تكرم ابن رجد what is it and why was it done طبعا هيا named an asteroid after him in honor of his contributions to astronomy يعني حلوة هاي بابا حبيبي الان في عندي ايضا تمرين in three years time my brother graduated for university لاحظ in three years time هو من دلال ما يسمى بالفي future continuous لكن انا لما جيت اطلعت لقيت عندي فعل كلبوب معناته ما رح اخذ الا will have لاحظ هون has ما بترتبط في هاد انسى الان is going to لازم يكون وراها مجرد هون ed الان will دايما مجرد انسى فبدا هتصير will have الجملة الثانية soon طبعا ما بقدر اخذ are going to لانه هون عنا ing are going في شي to ناقصة هاي will have لازم هون verbi three هون عنا ing الاجابة will be السؤال الثالث اعطاني بابا did did معناته على السريع يوزع اللي احنا اخذناها الان ايضا في عندي هون تمرين بدي اتعرف عليه اه it was the هاي قاعدة الاتات it was the Egyptians اخذناها هاي بس حلو نعيدها هو هذا الاسم المراد تأكيده لانه هاي الفعل معناته هذا المراد تأكيده it was the Egyptians who built the pyramids الان الجملة الثانية يفضل انك تحفظها زي ما هي علي انتنس توفينش بروجيك تونايت انتنس انتنس هون بدك تحفظها زي ما هي هي الاصل انه is going to بس هيك في teacher's book معناته علي is planning احفظها زي ما هي planning to finish his his project tonight الان طبعا رقم ثلاث ايضا هاي قاعدة النون ديفاينين عرفناها من الفاصلة عالسريع باخذ ويتش لانه انا في النون ديفاينين ما عندي الا الويتش او الهو كونو عنا لندن اذا ويتش وباشطب اليت which is the capital of the UK هلا بحط فاصلة is برجى على الشق الاول a huge city الان بروح على التمرين اللي بعدو برضو بابا حبيبي اذا بتطلع في عندي هون كلمة planning هاي من الافعال التي يجب ان يتبحها to plus infinitive فبدا تصير to go هلا هون في عنا for اذا have been waiting هاي من دلائل لpresent perfect continuous الان عنا use فيش اشي اسمه use لازم use to وبرضو عنا هون مجرد الان اذا بتتذكر will still معناته future continuous will it still be raining خمسة عنا before اذا بتتذكرها هون بعدها ver to معناته هون راح ناخذ had helped هيك بابا انا وياك جينا لمفردات برضو لازم نكون عارفينها ailment ailment بمعنى مرض artificial صناعي equipment معدات fund يومول textiles هاي ما بديها لانا في الوحدة الخامسة هاي الجملة كلها ما بديها لانا في الوحدة الخامسة الان اذا بتطلع في عنا climbing يعني بمعنى التسلق معناته اكيد راح اخذ equipment هاي رقم اثنين all the people tend to suffer suffer مع يعاني all the people بمعنى كبار السن اكيد بعانوا من ما يسمى بي الامراض هاي رقم ثلاث my parents have saved enough money money بمعنى مال معناته fund اللي هي رقم اربع need you هون حبيبي لا ايضا كلمات ضروري نعرفهم ونحفظهم وبترجاك حفظ كلهم مكررين خليني احل انا وياك if you don't feel well you should describe to the doctor اذا انت ما شعرت انك منيح يجب ان تصف ما يسمى بالseptums اعراضك الان هذا مادي محدوف انساها الان telescope بمعنى telescope تعرفوا telescope الان enable to observe بمعنى يراقب اذا راح ناخذ كلمة astronomer اللي هو ما يسمى بعالم الفلك الان it is often impossible for people with climb stairs climb stairs بمعنى يتسلق او يصعد الدرجات اللي هو ما يسمى disabilities اللي هي الاعاقات in our math exam في اختبار الرياضيات we have to write down our as well as the answer اكيد كونو عنا رياضيات بنا ناخذ كلمة calculations نجي بابا حبيبي هاي الان اللي احنا بنا ناخذها وهي اخر صفحة طبعا هاي فعليا موجودة في ما يسمى بيه التيتشارز بوك هاي موجودة في التيتشارز بوك مش موجودة في اشي تاني التيتشارز بوك في عنده هون antibodies artificially created block calculations and designation ضروري نكون حافظينهم الان في عنا كلمة ووتر اكيد راح ناخذ تحلية المياه الان ميجا بروجيكس اللي هي المشاريع العملاقة دائما بتاخذ artificially created الان رقم ثلاثة وهي ندير بالنا منها i came across post ناخذ كلمة بلوغ ضروري ننتبه الى الان هومياباثي اللي هو ما يسمى بالعلاج المثلي كانت تبريدوس لا ينتج ماذا ينتج antibodies اللي رقم ثلاث اه سوري اربعة الان رقم خمسة one of the earliest computers يعني واحد من الكمبيوترات الاولى took as long as twenty five minutes استغرق خمسة وعشرين دقيقة to do simple mathematical calculations calculations هاي بنا ننتبه الها بيجي عنا اخر واحدة اللي هي يا ابا يا حبيبي ما يسمى بي ايضا مفردات fountain pen اللي هو قلم حبر اه سائل pedestrian بمعنى مشا طبعا ما grand parents give me a fountain pen ولا pedestrian for my birthday يعني جدك وجدتك في عيد ميلادك هل اعطوك هدية مشا ولا قلم حبر سائل اكيد fountain pen ما اعطوك مشا وقالولك يلا روح تمشى انتوية الان some ailments or inculations بمعنى لقاحات can be treated effectively with homeopathic remedies طبعا اكيد راح يكون في عنا ailments الامراض when there is not enough rainfall ما في عندي rainfall اللي هو سقوط الامطار to grow crops the ground must be irrigated بمعنى تسقى الآن early people often suffer suffer بمعنى يعاني يعاني من شو ديمينشيا بمعنى الخرف acupuncture اللي هو العلاج بالابر اذا احنا راح ينوخذ ديمينشيا وهاي حلهم اكبابا حبيبي احنا انهينا الدوسية كاملة ظل عندي هون مفردات هاي المفردات كلها مفردات واحدة اولى واحدة واحدة ثانية واحدة ثالثة وهي الافعال بظل انا وياك بابا حابين ان شاء الله احل انا وياك الاسئلة الوزارية على هاي المادة طبعا خطة الفين وتسعة عشر من مفردات وبعض الشغلات الخفيفة طبعا عادي بنحلها انا وياك وبدأ علمك على القايدد رايتنج ومن ثم انحل هاي الاسئلة الوزارية في نظام الكورونا على امل اللقاء في حصة قادمة استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه باي